تقوس يقوم بها الصيادون المحليون من خلال تقديم القرابين إلى الله قبل بداية الصيد الشتوي في بحيرة تشاغان الصينية المهرجان والذي أصبح تقليداً شتوياً سنوياً في إقليم جيلين يستمر حتى شهر مارس وتعود بدايته إلى عصور الأباطرة الصينيين الذين كانوا يصيدون الأسماك للتسلية والترفيه عن ضيوفهم مزاد السمك السنوي هذا يفتتح بصيد سمكة كبيرة وصل وزنها هذا العام إلى أكثر من 15 كيلوغراماً فيما قدر سعرها بـ 55 ألف دولار أمريكي ريع المهرجان يوظف لحماية النظام البيئي للبحيرة والمناطق المحيطة بها حيث تم بناء مزرعة أسماك حولها وللحفاظ على الموارد السمكية في البحيرة في حالة جيدة يتم سنوياً إنتاج نحو 900 ألف كيلوغرام من الأسماك وتعد بحيرة تشاغان أكبر بحيرة في مقاطعة جيلين الداخلية وملاذاً للأسماك والروبيان حيث يصل حصاد السيد السنوي إلى نحو 3000 طن ترجمة نانسي قنقر